السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أستكمل مع حنراتكم إن شاء الله سلسلة Immunology Made Easy ونكمل كلامنا في المحنرة الثانية من الكتاب The innate immune system ووقفنا المقطع اللي فات على فكرة إنه إيه اللي ممكن ينظم لنا ال Complement System عشان ما يدورش خلايا الجسم نفسه وقلنا في بعض وسائل حماية في جسمنا طب دي زي إيه؟ أول حاجة في إنزايم معين كده اسمه إيه؟ MCB ده ممكن يحول البروتين اللي هو C free للصورة الغير نشطة والإنزايم ده ده موجود على سطح الخلية الخلية بتاعتنا تمام؟ طيب في حاجة كمان اسمها إيه؟ بروتين اسمه DAF وده بيكون اختصار لحاجة اسمها Decay Accelerating Factor والبروتين ده بيصرع لنا تكسير المركب اللي قلنا عليه اللي اسمه C free BBB عن طريق بروتينات تانية برضو موجودة ومن ضمن وسائل الحماية برضو بروتين موجود برضو على الخلية اسمه إيه؟ CD 59 او CD 59 او لي اسم تاني اسمه برو تاكتن والبروتين ده ليه دور مهم جدا في منع تكون الماك اللي احنا قلنا عليه اللي هو اختصار لإيه؟ membrane attack complex فالبروتين ده بيمنع البروتين اللي رقم 9 انه يشارك في الموضوع ده تمام؟ دي كده كانت بعض وسائل الحماية ضد التأثير العكسي للcomplement system على خلايا جسمنا تمام؟ طيب نقف عند النقطة دي النهاردة وديك نهاية مقطعنا النهاردة الى ان نلتقي قريبا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته